اشتركوا في القناة بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلوان للعام 2024 منوها بما ظهرت به هذه النسخة من تميز وتفرد لتزامنها مع مرور 20 عاما على انطلاق سباقات الفورميلوان بحلبة البحرين الدولية مشيدا بما بذلته الكوادر الوطنية العاملة بوزارة الداخلية وحلبة البحرين الدولية والجهات والاجهزة الحكومية ذات العلاقة من جهود طيبة شكلت احد عناصر تعزيز هذا النجاح هذا الحدث الرياضي العالمي واطلع المجلس في هذا الصدد على المذكرة المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول الاثر الاجابي لاستضافة مملكة البحرين لسباقات الفورميلوان على مختلف القطاعات الاقتصادية ثم رفع مجلس الوزراء أصدق التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الفضيل داعيا المولى جلت قدرته أن يجعله شهر خير على مملكة البحرين وأبنائها وعلى الأمتين العربية والإسلامية بعدها وفي ضوء الإشارة لمناسبة اليوم العالمي للمرأة فقد أشهد المجلس بما تحقق من إنجازات على صعيد تقدم المرأة البحرينية بفضل البرامج والخطط التي يتبنىها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قارنة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله ثم تابع المجلس جهود وزارة الصناعة والتجارة في التأكد من وفرة السلع الاستهلاكية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وتكثيف حملات التفتيش لمراقبة الأسواق وضمان استقرار الأسعار بعدها قرار المجلس مايلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشان مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لمؤتمر لهاي للقانون الدولي الخاص مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشان مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون الكهرباء والماء وشركة مطار البحرين مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين هيئة البحرين السياحة والمعارض ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ووزارة التراث والسياحة بسلطنة عمان الشقيقة مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب بشأن اعتماد تقارير الهيئة مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على أربع اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب واقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى بعد ذلك استعرض المجلس المذكرتين التاليتين مذكرة اللجنة الوزارية للخدمات المجتمعية حول آخر مستجدات العمل في المستشفيات الحكومية ومركز الرعاية الصحية الأولية مذكرة سعادة وزير الشؤون القانونية حول نتائج تنفيذ الخطة التشريعية السنوية لحكومة المملكة البحرين للعام 2023 ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي نتائج المشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب نتائج المشاركة في المجلس الوزاري لمجلس التعاون للدول الخليج العربية في دورته 59 بعد المئة والاجتماعات الوزارية المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والمملكة المغربية الشقيقة نتائج المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان نتائج المشاركة في حفل تكريم جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ومؤتمر وزراء الزراعة للدول المنتجة والمصنعة للتمور نتائج المشاركة بمؤتمر مبادرة القدرات البشرية نتائج المشاركة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية نتائج المشاركة في اجتماع مجلس وزراء الشباب العرب